اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويجدد مآسي كربلاء يذكرنا بما جرى في كربلاء من ظلم لأحرار العالم في ذلك الزمان وسيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه هذه الحادثة تثبت المقول أنه في كل مكان توجد كربلاء وتوجد عاشراء ويوجد حسين ويوجد أصحاب الحسين الذين يبذلون أنفسهم في سبيل إعلاء كلمة الحق ودفاع عن المظلومين وعن الإنسانية هذه الحادثة التي ألمت بالمسلمين في نيجيريا والتي كانت وراءها الاستكبار العالمي والمال القدر الممولة من بيع النفط وغيرها من الأمور كشفت للعالم زيف الإدعاءات الغربية للمطالبة بحقوق الإنسان ونشر العدالة وما إلى ذلك حيث صمتت وأخرست جميع القنوات الإعلامية عن هذه الفاجعة العظيمة التي حدثت في زاريا في نيجيريا وفي أقدس وناسبة هي ولادة الرسول صلى الله عليه وآله احتفال بولاة الرسول صلى الله عليه وآله أراد الأعداء والاستكبار أن ينهو هذه الحركة الإسلامية النشطة في نيجيريا فشاء الله سبحانه وتعالى أن يقويها وينميها ويأخذ بأيديها حتى تنهض قوية عزيزة مقتدرة وبهذه الحادثة تعرف العالم وأفريقيا ونيجيريا وكل الأحرار في العالم أن كلمة الحق لا يمكن أن تخمد وأنها باقية طالما كان هناك ناس يعتقدون بها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا في زاريا وفي نيجيريا وفي كل الأسقاع المعمورة وأن يشد على أيديهم ويستمر في نهضتهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى بالطرق السلمية ليتعرف الناس على هذا الدين الإسلام المحمدي الأصيل الذي به سعادة البشرية كاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر